نفى المفاوض الأوكراني ميخايل وبودرياك تصريحات وزير الخارجية روسية سيرجي لفروف والتي قال فيها إن كييف قدمت مشروع اتفاق سلام واعتبرته موسكو غير مقبول وعضفها بودرياك بتصريحات لوكالة رويترز للأنباء بأن لفروف لم يشارك مباشرة في المفاوضات بين الجانبين لكنه أوضح أن تصريحاته ذات مغزا دعائيا بحت وتسعى لصرف الانتباه عن الأحداث في بلدة بوشا قال رئيس بيلاروس أليكساندر لوكاتشينكو بأنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بشأن أوكرينيا من دون مشاركة بلاده في اجتماع لمجلس الأمن الوطني أشار لوكاتشينكو إلى أن ذلك لا يأتي من وضع الغرب بيلاروسيا في سلة واحدة مع روسيا ولكن لأن تلك العملية العسكرية تجري وراء حدود بلاده وتؤثر عليه بشكل خطير موضحا أن روسيا تتفهم هذا الموقف ولكنه يتعارض مع خطة الدولة الغربية جدد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا دعوة الدول الغربية إلى مساعدة بلاده مشددا على أن العقوبات تؤثر على روسيا لكنها غير كافية لوقف عملياتها العسكرية على أوكرانيا وفي تصريحات خلال المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول حلف شمال الأطلسي والتي انعقدت سفي بروكسل أشار فيها وزير الخارجية الأوكراني أن معركة دومباس تذكر بالحرب العالمية الثانية